أبوي كان يقول لي أجي معاك أوصلك كنت أقول له لا أنا كبيرة أنا عرفة طريق أحسن من كل الولاد اللي في البلد أنا نادية أنت عبد السلام كنت حس بروحي وحباه كنت أحب جوي أجرى جصص الحب وأحلم أحلم أنه بجيت البطلة اللي كل نفسه في نظرة من عينيها بس أنا بأحلم نسيت نسيت إن اللي عايزه بجا نجم في السماء واللي عايزه بجا بطل للحكايات لازم يتحمل كتير جوي لازم يفهم حاجات كتير غيبة عن عجله لازم يعرف إن الدنيا خداعة وإنه مش لازم يمشي ورا نفسه الأمارة بالسوق لازم يبص للحلو اللي في حياته مش للوحشه بس ترجمة نانسي قنقر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي أنا قلت برضو مش معهولة بكون في مصر وما جيش أسلم على الأمر وإنت بتفهم في الوصول قوي إيه اللي بفهم في الوصول دي الوصول اتعاملت عشان خاطر محروس يلا السادة مغلية فيه إيه 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 دي؟ القهوة بتاعتي أنا عندي صداع وجاي من مشوار بعيد وحاسس إن ده اغتي واطي شوية خلاص خلاص سادة مغلية القهوة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي أنا من يوم ما شفتك وقلت أنت الوحيدة اللي في العيلة دي فهمة ومستقبلك واضح وملعلع أوى الله خير يا أستاذ محروس خير يا إيه؟ يا أستاذ محروس الله الله يكبر بخاطرك ده مفيش حد في العيلة الطويلة العريضة دي الهالي جاي عشان إيه؟ أكيد جاي عشان حاجة ولا يكونش جاي تطمن علي لا أطمن عليك إيه؟ لا طبعا جاي أطمن عليكي مش لازم أطمن علي مني وبيني وبينك كده مجذبش عليكي كنت عايز يعني أعمل مشروع وقلت مفيش غيرك اللي هينفعني مالك يا محروس بترغي كثير كده ليه؟ آه أبدا نقسيت الستات أنا بيني وبينك كده بفكر أعمل مشروع يعني أأمن بيه مستقبلي بدل ما أنا عمال ألف حوالين نفسي وعمال عقلي يجيب ويودي ويودي ويجيب تعمل إيه يا محروس سوبر ماركو سوبر ماركو أقعد فيه باشا البدائعة عندي جوا بالكوم والناس تدخل تشتري تديني الفلوس أقعدها أسدد من غير وجع دماغي إيه رأيك؟ وإنت بقى شايف إن الحكاية دي سهلة قوي بتعاونك معا محروس هتبقى سهلة وزي الفل مم وبعدين أبداً، خير اللهم اجعله خير سمعت كده ترتيش كلام إن كنت شغالة في مصنع كبير بيعمل منتجات حلوة وزي الفل فأنا يعني قلت أنت أكيد هتوقفي معايا هواقف معاك إزاي بقى؟ ما توضح كلامك كده وتفهمني أبداً، أنا هاخد بضاعة قاملة بها السوبر ماركو وبعدين بني وبني كده أنا هتطلع لك عمولة عمولة؟ عمولة يا محروس أما ليه؟ أيوة عمولة يا محروس وبعدين بني وبني كده والنية على الله، أنا ناويه تاخد بيت أقلبه مول مول؟ في البالة ده؟ مول أيوة، أيوة، أما ليتي فاكرة إيه؟ بقولك هنكسب ده يا عمتي تعرف إنك هنا وإيه اللي دخل عمتك دلوقتي في اللي أنا بقولولك؟ ده بيزنس، هيش فاهمها هي دي جهلة أما ليه اللي يدفع لك الفلوس؟ يا ظاهر ما وصلتش أنا عموماً مش أخد منك فلوس كتير أنا أسفل قوي يا محروس بس عندي مواعيد كتير ومش فادي أسمع الكلام ده خالص أنت تحضر ورقك ومكانك وكل أوراقك كده تبقى سليمة وزي الفل واتجي لهم هنا وهم بقى يشوفوا هتعملوا معك ولا لأ؟ يا بنتي بقولك هنكسب دهب؟ مش عايزة منك دهب ولا غيره وما تخافش مش هجيب سيرة لحد إنك جيت هنا ولا حد تعامتي ولا حد تعامتي طب بالنسبة للقهوة هتيجي ولا أتكل على الله؟ أتكل على الله؟ طيب متشكل قهوة يا ست البنات بصور بصور الظروف تتغير وإنت أكتر واحد فاهم إن شغلنا أهم حاجة في مراكز القوة يعني الأمور دلوقت كلها في الدين مروان وحسن وإحنا الرحمة عندنا يبقى انطاطي شوية وما فيهاش مشكلة لأن أنا بكلم نفسا لأيه مالك يا ابني ريم حامل عصام ما هي ريم دي مشكلة ملا أنت كده بقى لازم تاخدها تحت جناحك وإلا كل اللي في بالك واللي أنت مخطط له هيبقى خلاص بح عايز الحق اللي هو إيه؟ ريم كان عندها حق في كل اللي عملته وإحنا بقى وإحنا بقى غلطنا إن إحنا بعدناها وهمشناها لأن هي فاهمة الأمور كويس قوي وعارفة إن عائلة عبد الحكيم دي ما ينفعش معاهم غير إن إحنا نقطع العرق ونسيع دمه إنما حكاية اللف والدوران دي ما تاكلش معاهم أنت السبب في كل اللي حصل ده عصام على فكرة أنت كنت عايز تلم الدنيا كلها في إيدك وتحطها في جيبك وكان عندك استعداد في أي لحظة تدوس على أي حد فينا لو حصل عندك حق أنا كنت عايز أعمل كده وبصراحة مش أعمل كده بس لا أنا كنت عايز أخلص منك وكلكم الله حلو أقول كلام ده وإنت مدخل بقى بعد الكلام الجميل اللي إنت قلته ده مدخل ممكن مصق فيك أو حط إيه دي في إيدك تاني خلصت إيه باشا لازم تعمل كده عادل عارف ليه؟ لأن أنا لأول مرة ببقى صريح معاك لأول مرة مش هلف ودور وخطط من وراك عادل أنا المرة دي كل اللي يهمني إن أخلص منهم سواء أنا بقيت الملك أو إنت الملك مش هتفرق معايا